في تجمع حاشد لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نيويورك أعلن إيلون ماسك أن لديه خطة طموحة يمكن أن تسهم في إلغاء ما لا يقل عن تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية ويأتي هذا التصريح في وقت تعاني فيه الحكومة الفيدرالية من أعباء إنفاق هائلة حيث بلغت النفقات الفيدرالية 6.75 تريليون دولار في السنة المالية 2024 خلال حديثه أوضح ماسك رؤيته لخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير إذا ما فاز ترامب بالرئاسة يعتبر الهدف المعلن لماسك بمثابة خطوة جريئة حيث يمثل نحو ثلث الميزانية الفيدرالية الحالية هذه الرؤية قد تثير الجدل حول كيفية تحقيقها وما هي القطاعات التي ستشملها التخفيضات ترامب الذي يخطط لتولي الرئاسة مرة أخرى أشار إلى أنه سيطلب من ماسك قيادة مبادرة تحت اسم وزارة كفاءة الحكومة Department of Government Efficiency أو DOGE وهو اسم يتماشى مع العملة المشفرة التي أطلقها ماسك هذه الوزارة المقترحة تهدف إلى تعزيز الفعالية وتقليل الهدر في الإنفاق الحكومي مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في الواقع مع ذلك يواجه ماسك انتقادات من المعارضين الذين يعتبرون أن هذا المنصب قد يمثل تضاربا في المصالح عدد من الشركات التي يديرها بما في ذلك تسلا وسبيس إكس لديها عقود فدرالية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات كما استفادت هذه الشركات من برامج الدعم الفدرالي مثل ائتمان ضريبة المركبات الكهربائية واستثمارات البنية التحتية هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة ماسك على اتخاذ قرارات موضوعية تخدم المصلحة العامة في ظل وجود مصالح تجارية خاصة ترجمة نانسي قنقر